مولانا صلاة الفجر كتير من الناس بتبقى وقت نومهم يعني حتى لو كان بينام بدري أو بينام متأخر ده معظم الناس بتكون في التوقيت ده نايمة فبالتالي في ناس لا تستيقض لصلاة الفجر وبيصلوا أول ما بيصحوا كانت بقى 8 كانت 9 كانت 10 أيا كان إيه هي الساعة ولكن بيصلوا لما يصحوا هل في قثم على ترك صلاة الفجر أو تأخرها ولا الواحد تجيب عليه صلاة الفجر أو صلاة الصبح فور استيقاظه من النوم هو فور استيقاظه من النوم ده قضاء ولكن ترك الصلاة والاعتياده على ذلك يعني هي مش مرة وخلاص من الكبائر من الكبائر لازم الناس تنتبه لهذا انتباها شديدا ثانيا واحدة مقولنا كبائر ازاي كبائر الذنوب هقول لحضرتك على حاجة الناس دي لو عندهم معاد امتحان هيصحوا الفجر لو عندهم معاد شغل وقابلة عمل هيصحوا الفجر بعض الناس كان فيه ماتشات كورة كده بتتلعب في الوقت ده صحوا للفجر شباب الدول الأوروبي والمعرفش ايه فروق التوقيت كانوا بيصحوا للفجر فهو يستطيع ان يستيقظ في هذا الوقت ولذلك العلماء اختلفوا في المسألة دي اختلاف كبير تشوف سيدنا عمر بن الخطى وردي الله عنه قال من ترك صلاة فرض واحدة حتى يخرج جميع وقتها دون عذر تكمل بقى فهو كافر سلم يا رب طبعا العلماء لما مسكوا الأحاديث الواردة في الصلاة وحرمتها والصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين جه الإمام أحمد والإمام الشفعي اختلفوا مع بعض الإمام الشفعي هو شيخ الإمام أحمد بن حنبل فالإمام أحمد بن حنبل قال اللي هيترك الصلاة سهوا وتكاسلا كافر خارج من ملة الإسلام فالإمام الشفعي قال له لا مش خارج من ملة الإسلام فنداله قال يا أحمد أتقول أن نتارك الصلاة كافر اللي هو متساهل وليس منكر لفرضياته دي قصة تانية خالص قال نعم قال فبما يسلم نعايزين بقى أن دخلوا الإسلام الرجل ندم وعاوز يدخل الإسلام قال يسلم بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال يا أحمد الرجل مقيم عليها لم يتركها هاتي أي حد ترك الصلاة تقوله من ربك هيقول ربي الله من نبيك نبي الإسلام فهو كده ناطق للشهادتين فلو أنت عايز ينطق الشهادتين تاني فأحنا ما عملناش حاجة جديدة هو مازال يعني مقر بها قال إذن يسلم بأن يصلي قال يا أحمد صلاة الكافر لا تقبل لو أنت حكمت عليه أنه كافر وجاي صلي فصلاة غير مقبولة جميل فسكت الإمام أحمد بن حنبل ولذلك إحنا بنقول شوفوا العلماء بيختلفوا فين أدف حتة تانية خالص بعيدة عنه بعيدة جدا نعم بنتكلم ده كفر ولا إيمان خارج من ملة الإسلام ولا لسه فاسق طب مش هو النوم عزري يا مولانا عند بعض الناس اللي بيسمعونه يقولوا سقطوا عن أمتي إيه النوم الذي يعني حسد حصلت مرة غفلة ما النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أوه يتقاش الطبيعي حد 20 سنة ما صلهاش كلف سيدنا بلال بأن يوقظهم لصلاة الفجر ونام كل الصحابة ولم يوقظهم إلا حر الشمس وساعتها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عمل إيه جمع الصحابة وسيدنا بلال أزن وصلى بهم بعد شروق الشمس فهنا بنقول للناس لا نعتاد على ذلك نجتهد ونأخذ بالأسباب واللي عاوز يصحى والله هيصحى واللي عنده شغل وبيقول للساعتين دولت بيبقى أجمل ساعتين ده بيقى أضر ساعتين على الجسم إذا لم يستيقظ في هذا الوقت لا والدراسات أثبتت أن بعض بعض أمراض القلب والجلطات بتتم في التوقيت ده وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خصص صلاة الفجر وعمل لها منزلة كبيرة جدا لمقيم صلاة الفجر أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من مقيم صلاة الفجر في وقتها يا رب العالمين